بعض الصعوبات في التصدير وكان صعوبات لأن الديسبوزيتيف لم يكن واجدت على التصدير يعني المصدرين بدأوا يصدروا الجزائريين الآن لقد تصدروا حاجة أوتوماتيكية لأنه لا يشوف الأخ الجزائريين اللي كانوا يستوردوا كالفلاحين والكبار الفلاحين يعني كانوا يزوروا المعارضة الدولية وعندهم يعني احتيكك مع أكبر المنتجين في العالم وأكبر المصدرين وأصبح الآن يعني المنتوج تعنا يعني بالأكراك لاحظت الثوم في وتدخل السوق بتاع كندا الباطاطات تعنا في ألمانيا في كندا في إسبانيا في العينب تعنا في الدول الإسكندنافية في السياد في الدنمارك العينب تعالجزائر إذن مدام وصل البلدان هذوم عندها احنا فتحنا الطريق